بسم الله الرحمن الرحيم طال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة طه اللهم صلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم آمين عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه وآله يقول من سره أن يستكمل الإيمان كله فليقول القول مني في جميع الأشياء أولى آل محمد فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني المصدر كتاب الكاف الشريف للكلين الجزء الأول صفحة 391 قال أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وآله الناس ثلاثة عالم رباني الأئمة والأنبياء ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاع أتباع كل ناعق لم يستضيء بنور العلم ولم يلجأ إلى ركن وثيق الهمج الرعاع الحمقى من الناس الذين لا نظام لهم المصدر كتاب عيون الحكم والمواعظ صفحة 64 لعلي بن محمد الليث الواسطي المتوفي في القرن السادس الهجري قال الإمام الجواد عليه السلام المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال توفيق من الله عز وجل وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه المصدر كتاب تحف العقول للحرانين برنامج معاجز أهل البيت المخفية من قبل المراجع والمعممين الطوسية الحلقة الثالثة بعنوان ما فعله بالإمام الحسن عليه السلام من قبل المسلمين وشيعته عن محمد بن علي بن محمد عن الحسن بن علي عن الحسن بن محمد بن فرقد عن أبي الحسن العبدي عن أبي هارون المكفوف عن الحارث الأعور الهمداني قال لما مضى أمير المؤمنين عليه السلام جاء الناس إلى الإمام الحسن بن علي عليهم السلام فقالوا يعني لما نستشهد أمير المؤمنين إجت الناس تباية دايداً الناس عاش الملك مات الملك ما يعرفون هذا إمام أو مو إمام المهم نباية حشر مع الناس عيد أو حشر مع القوم عيد فقالوا يا ابن رسول الله نحن السامعون المطيعون لك مرنا بأمرك بس أمرنا وشوف الإمام سلام الله عليه نانا يعني اللي عند المعممين من يصعدون المنابر ويكذبون على الناس يجامل لازم يجامل قال كذبتم والله ما وفيتم لمن كان خير مني أمير المؤمنين عليه السلام فكيف توفون لي وكيف أطمئن إليكم وأثق بكم إن كنتم صادقين فموعدنا ما بيني وبينكم المعسكر بالمدائن بالمدائن المدائن اللي ببغداد هس الموجود بها سلمان باد سلمان المحمدي رضوان الله عليه فوافوني هناك يلا إذا أنتم تريت وفون وزلم وشيعة حقيقيين يلا بويا موعدنا ويا بالمدائن كلكم التحقوا كل واحد مكلف بأن يلتحق بالمدائن خاطر الروح انقاتل منه انقاتل خال المؤمنين والمسلمين معاوية لعنه الله ولعن ذريته فركب وركب معه من أراد الخروج الإمام ركب وركب معه من أراد الخروج وتخلف عنه خلق كثير أكثر الناس اللي مولانه قندرتك على أحذانه بس أشرنا وشوف شنسوي شو نسى جماعة سستاني مقتدى غير شرازية جماعة ياسر الحبيب جماعة إفلان جماعة فلتان بس أشر وشوف يقول فركب سلام الله عليه وركب معه من أراد الخروج وتخلف عنه خلق كثير لم يوفوا أو يوفوا بما قالوا وغروه كما غروا أباه عليه السلام قبله فقام الإمام سلام الله عليه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد غررتموني أو غررتموني كما غررتم أبي أمير المؤمنين عليه السلام قبلي فلا جزاكم الله عن رسوله خيرا أو خيرا لعنة الله عليكم مع أي إمام تقاتلون بعدي سؤاله مع أي إمام تقاتلون بعدي مع الظالم الكافر اللعين بن اللعين عبيد الله الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر ولا أظهر الإسلام هو ولا بنو أمية باطبة إلا خوف السيف ولو لم يبقى من بني أمية إلا عجوز درداء لابتغت لدين الله إلا عوجا هكذا قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم وجه قائدا في أربعة آلاف فارس وكان من كندة الإمام اختار واحد من القواد مالجيشة قال له هاي أربعة آلاف فارس وياك وهذا القائد كان من كندة وأمره بأن يعسكر بالأنبار دول السفلة جمعة الأنبار دول الناصبة اللي من ذاك الزمن إلى هذا الزمن هو مناصبة وأمره أن يعسكر بالأنبار ولا يحدث حدثا أو بأن لا يفعل أي شيء حتى يأتيه أمره أو أمره فلما توجه إلى الأنبار هذا القائد ونزل بها وعلم بذلك معاوية لعنه الله تعالى بعث إليه رسولا معاوية داهية العرب هو عمر بن العاص لعنة الله عليهما وأبائهما بعث إليه رسولا وكتب إليه معاوية إنك إن أقبلت إليه يحشوه يا من وي القائد هذا اللي دزال إمام الحسن وليتك بعض أكوار الشام أنطيك هل مكانات هاي البشام البساتين الأراضي أكوار أكوار يعني المناطق الشبيرة والجزيرة غير منفوس عليك وحمل إليه خمس ماء ألف درهام فقبضها الكندي لعنه الله وانقلب على الإمام الحسن عليه السلام نقلب الصفحة نتكلم من كتاب مدينة المعاجز تأليف العلامة السيد هاشم البحراني تحقيق على الدين العالمي جزء الثاني صفحة سبعة وسبعين ثمانية وسبعين ومضى إلى معاوية لعنه الله قبض الفلوس خان الإمام وراح التحق بجيش معاوية فقام الإمام الحسن عليه السلام خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن صاحبي بعث إليه معاوية بخمسمائة ألف درهام ووعده ومناه وولاه كور الشام والجزيرة غير منفوس عليه وقد توجه إليه وغدر بي وبكم وقد أخبرتكم مرة بعد مرة إنه لا وفاء لكم دجالة أنتم شيع شنيعتم بتري كلكم سفلة لا وفاء لكم ولا خير عندكم وأنتم عبيدة الدنيا وإني موجه أحدا مكانه راح أدزل واحد ثاني وإني لأعلم إنه سيفعل النبي وبكم ما فعله صاحبه ولا يراقب الله فيه فقال راح أدزل لهم واحد ثاني بس راح يسوي مثل صاحبه قاله لشين قضيه مولانه سيدنا إمامنا شين قابل كل أخونا نحن شيعتك بس أشر أبو هاشم فبعث رجلا من مراد مرادي في أربعة آلاف فارس وتقدم إليه فحلف بالأيمان يحلف هو حق هذا القرآن والحباس والحسين والكاظم وهذا والعلوية فلان والسيد فلان ماخونا وتقدم إليه فحلف بالإيمان لا يقوم لها الجبال يعني الجبال ما تقوم لهاي الأيمان هاي اللي حلف إنه لا يفعل مثل ما فعل صاحبه وحلف الإمام الحسن عليه السلام إنه سيفعل ويغدر الإمام حلف قال والله لا يغدر سيفعل ويغدر فلما توجه وصار بالأنبار ونزل بها وعلم بذلك معاوية لعنه الله تعالى بعث إليه رسولا وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه وبعث إليه بخمسمائة ألف درهم ومناه أن يوليه أي ولاية أحب من كورشيام والجزيرة فانقلب على الإمام الحسن عليه السلام وأخذ طريقه إلى معاوية لعنه الله تعالى ولم يراقب الله ولم يحفظ ما أخذه عليه من العهد والميثاق وبلغ ذلك الإمام الحسن بما فعله المرادي عليه السلام فقام فقام خطيباً فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس قد أخبرتكم غير مرة إنكم لا توفون بعهد وإنكم غدرتم وهذا صاحبكم المراد قد غدر بي وصار إلى معاوية وكتب معاوية لعنه الله إلى الإمام الحسن عليه السلام يا ابن عمي الله الله فيما بيني وبينك لأنه هو يصير ابن عم يعني أولاد عم بني هاشم بني أمية أولاد عم يعني أنت ما يصير تذكر يزيد أو معاوية وما تقول سيدنا معاوية سلام الله عليه ما يصير عمي ترى ما يصير أنتم يلي تحبون السنة لعنة الله عليكم وعلى السنة والبكرية ما يصير بابا أنت من تذكر معاوية لازم شو تقول سيدي معاوية دخيل جدة دخيل أم هاي الصاقطة دخيل أبو القواد أبو سفيان الصاقط ما يصير لأن هذا سيد أولاد عم بني هاشيم يعني هم جدهم يرجعون لإبراهيم وإسماعيل عليه السلام ما يصير يا سفل وكتب معاوية لعنه الله إلى الإمام الحسن عليه السلام يا ابن عمي الله الله فيما بيني وبينك أن تقطع الرحم فإن الناس قد غروا بك وبأبيك وبالله أستعين فقرأ عليهم الإمام الحسن عليه السلام كتاب معاوية فقالوا يما يما الشيعة يما يموتون عاد شذبوا الكلاوات طبعا هاي الشيعة البترية مو الشيعة الحقيقية الشيعة الرافضة لا ذولي مو رافضة بترية ذولي فقالوا فقالوا يا ابن رسول الله إن الرجلين غدرا بك وغراك من أنفسهما فإنا لك ناصحون متابعون غير غدرين فقال الإمام الحسن عليه السلام والله لأعذرن هذه المرة بيني وبينكم إني معسكر بالنخيلة النخيلة معروفة فوافوني هناك إن شاء الله فوالله إنكم لا توفون بما بيني وبينكم يقسم قسم إمام معصوم واجب الطاعة ما يخرج مننا الحر اعتباطا حاشا سيدي ومولاي أبا محمد ثم إن الإمام الحسن عليه السلام أخذ طريقه إلى النخيلة فعسكر بها عشرة أيام فما وافاه إلا عشرة آلاف رجل أو أربعة آلاف رجل الشك من حسن بن فرقد فانصرف إلى الكوفة فدخلها وصعد المنبر فحمد الله وإثناء عليه ثم قال يا عجبا من قوم لا حياء لهم ولا دين يغدرون مرة بعد أخرى أما والله لو وجدت على ابن هند أعوانا ما وضعت يدي في يده أبدا ولا سلمت إليه الخلافة وإنها محرم عليهم فماذا أتيتم إلى ما أرى من غدركم وفعالكم فيه فإني واضع يدي في يده وأيم الله لا ترون فرجا أبدا مع بني أميه وإني لا أعلم إني عنده لأحسن حالا منكم وتالله قسم وتالله ليسوا منكم بني أميه ليسومونكم بني أميه سوء عذاب حتى تتمنوا أن عليكم جيشا أجدأ لا معاوية شوفوا شراح يصير بيكم فأف لكم وترحن يا عبيد الدنيا وأبناء الطمع ثم كتب إلى معاوية إني تارك هاوة الله لو وجدت عليك أعوانا صابرين عارفين بحقي غير منكرين ما سلمت إليك هذا الأمر ولا أعطيتك هذا الأمر الذي أنت طالبه إن الله تعالى قد علم وعلمت يا معاوية وسائر المسلمين إن هذا الأمر لي دونك وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله إن الخلاف لي ولأخ الحسين عليه السلام وإنها لمحرم عليه وعلى قومك سماعك وسماع قومك من المسلمين من الصادقين الأمين المؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فانجبر الإمام الحسن عليه السلام لأنه يرى مصلحة الدين والإسلام بأن يهادن معاوية لعنه الله كون معاوية كسب الناس بالإكلاوات بالفلوس يا دين يا طين وين يا إمام يعرفون إمامهم وذور السفلة ثم انصرف إلى الكوفة فقام بها عاتبا على أهلها مؤنبا لهم حتى دخل عليه حجر بن عدي الطائي فقال له يا أمير المؤمنين يسعك ترك معاوية فغضب غضبا شديدا حتى حمرت عيناه ودرت أوداجه وانسكب الدموعه وقال عليه السلام ويحك يا حجر تسميني بأمرة المؤمنين شين هو لك التدقل يا أمير المؤمنين تسميني بأمرة المؤمنين وما جعلها الله تعالى لي ولا لأخي الحسين ولا لأحدا مما مضى ولا لأحدا مما يأتي إلا لأمير المؤمنين علي وحده خاصة أو ما سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي عليه السلام إذن الله تعالى سماك بأمرة المؤمنين ولم يشرك معك في هذا الاسم أحدا أو أحدا فما يتسمى به غيرك إلا وهو مأبون مأبون بين قوسيا مأبون شنو معناها مأبون في عقله ومأبونا في ذاته هذا المأبون يعني رجل ملاط به أكو شخص لا طبي فهذا يسمون مأبون خاف واحد ما يعرف مأبون فانصرف عنه وهو يستغفر الله فمكث أياما ثم عاد إليه فقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين فضحك في وجهه وقال والله يا حج يا حج إن هذه الكلمة لأسهل علي وأسر إلى قلبي من كلمتك الأولى مذل سمون مذل المؤمنين لأن هذا معاوية من كلمتك الأولى فما شأنك أتريد أن تقول خيل معاوية قد أشنت على الأنبار وسوادها وإني في ألف رجل من شيعتنا في هذين المصرين الكوف والبصرة فقال له حجر يا مولاي ما أردت أن أقول إلا ما ذكرته وقلته فقال له يا حجر لو إني في ألفي رجل لا والله لا إلا فيما أتي رجل لا والله إلا في سبعة نفر لما وسعني القعود ولكم سبعة ما عندي سبع رجال مؤمنين بي كإمام ما عندي والله إلا ألا في سبعة نفر لما وسعني القعود ولقد علمتم إن أمير المؤمنين عليه السلام قد دخل عليه ثقاته ثقاته حين بويع أبا بكر لعنه الله فقالوا لها مثل ما قلت لي فقال لهم مثل ما قلت لك فقام سلمان هو المقداد أو المقداد وأبو ذر وعمار وحذيف بن اليمن وحذيم بن ثابت وأبو الهيثم مالك بن التيهان فقالوا له يا أمير المؤمنين نحن شيعة لك ومن وراؤنا شيعة لك يصدقون الله في طاعتك فقال لهم حسبي بكم فقالوا ما تأمرنا قال فإذا كان غدا فاحلقوا رؤوسكم واشهروا سيوفكم وضعوها على عواتقكم وبكروا علي فإني أقوم بأمر الله تعالى ولا يسعني القعود عنه قالوا باتر تحلقون الرؤوس تلبسون الأكفام تتقلدون السيوف ومن البكرة الصبح يعني بعد صلاة الصبح ألقاكم هنا نواك في نبابي فلما كان من الغد بكر إليه سلمان والمقداد وأبو ذر بس ثلاثة وقد حلقوا رؤوسهم وشهروا سيوفهم وجعلوها على عواتقهم ومعهم عمار قد حلق نصف رأسه وشهر نصف سيفه فلما قعدوا بين يديه نظر إليهم وقال لعمار يا أبا اليقضان الكنية ما العمار من يشري نفسه لله على نصر الدينه يتقي ويخاف قال يا أمير المؤمنين خشيت وثوبهم علي وسفكهم دمي فقال عليه السلام اغمدوا سيوفكم والله لو تم عددكم سبعا لما وسعني القعود فالطه أحد يقول لك اللي أربعين قالهم والله له سبعا والله يا حجر رجعنا للإمام الحسن عليه السلام والله يا حجر إني لعلي ما كان عليه أبي أمير المؤمنين عليه السلام لو أطاعتموني فخرج حجر من عنده واجتمع عليه وجوه قبائل أهل الكوفة ذول السفلة لحد الآن سفلة هم أهل الكوفة كلهم عرقشية فرقشية وقالوا له إنا قد امتحنا أهل مصرنا فوجدنا فوجدنا فيهم سامعين مطيعين زهاء ثلاثين ألفا فقم بنا يا سيدنا إلى ابن رسول الله عليه السلام صلى الله عليه وآله ثم نبايعه بيعة مجددة ونخرج بين يديه ولا ندع ابن هند يغير علينا وقوائم سيوفنا في يدينا أو في أيدينا فجاءوا إلى أبي محمد الإمام الحسن عليه السلام فقاطبوه بما يطول شرحه فقال لهم والله ما تريدون إلا إيقاع الحيلة حتى تريحون معاوية مني ولئن خرجت معكم ثانية أبرز عن هذا الحصن ليرغبنكم معاوية وليدسن عليكم رجلا منكم يرغبه في المال الكثير ويسأله اغتيالي بطعنة أو ضربة أو وهي طعنة لا ضربة يجرحني بها ولا يصل إلى ما قال معاوية فقالوا له بأجمعهم تالله تالله يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله إن لم تطعنا وتخرج معنا قتلنا قتلنا دونك أنفسنا وقلدناك دماءنا اسمع الكلاوات وقال عليه السلام ابرزوا إلى المدائن ننظر وتنظرون فبرز وساروا حتى ورد المدائن فعسكر بها في ليلة مقمرة وكان معاوية قد كاتب زيد بن سنان البجلي أو البجلي ابن أخي جرير بن عبد الله البجلي وبذل له مالا على اغتيال الإمام الحسن عليه السلام فخاف على نفسه فرمى بالسيف وأخذ الرمح فضاق به صدره فرده خوفا وأخذ حربا ما قدر السيف قال هذا يشكون بي الرمح يشكون أخذ له حربا مرهفة وأقبل يتوكع عليها حتى انتهى إلى الفسطاط يعني الخيمة المضروبة للإمام الحسن عليه السلام فوقف غير بعيد فنظر إليه ساجدا وراكعا والناس نيام فرمى الحرب فأثبتها فيه وولى هاربا شمرها علي من بعيد فيلم أكشن شمرها وإذا الحرب تدخل في ساق الإمام فأتم صلاته والحرب تهتز فلما انفتل من صلاته وانتبه من حوله وصاحوا بالناس فجاءوا حتى نظروا إلى الحرب مثبتا في بدنه فقال لهم هذا يا أهل الكوفة ما تفعلونه بي وكذبتموني وأخذ الحرب وأمر بالرحيل فانكفأ من المدائن إلى الكوفة جريحا وكان له بالكوفة خطب أو خطب وخطاب كثيرة أو كثير ثم قال إن زيد بن سنان ابن أخي جرير بن عبد الله البجلي رماني بحربة فأثبتها فيه وقد خرج من الكوفة ولحق بمعاوية ودخل الإمام الحسن عليه السلام الكوفة من المدائن وسلم العراق إلى معاوية وقلدها معاوية لعنة الله عليه زياد بن أبي انطاها زياد بن أبي هاي الهداية الكبرى صفحة 189 اللي يريد يرجع للمصدر كذلك هذا كل اللي صار بالإمام الحسن عليه السلام يجيك واحد حمار ابن حمار زمال ابن زمال يقلك الإمام الحسن سلم الخلافة لمعاوية بابا سلم هذا الضيم كله على الإمام يقول لك ما حد ناصره يقول لهم له سبعة عندي أقاتل هذا ابن الزنا سبع نفرات ما عنده شيعة قلص شيعة قلص ما عنده سبعة سبع نفرات فيجيك واحد غبي ابن غبي ما يعرف كوعة من بوعة يفتي لك فتوى عريضة يقول لك الإمام الحسن من سوى هدنة مع معاوية ما كفره إن كانت عند معاوية الخلافة أو عند الإمام الحسن الخلافة فالمفروض من الإمام الحسين عليه السلام بأن ما يخرج ضد يزيد لأن يزيد ابن معاوية وهم أولاد عام سيدنا معاوية قتل سيدنا الحسين سيدنا معاوية قتل سيدنا الحسن عليهم السلام لعنة الله على معاوية ويزيد فهذا المختصر للقصة للهدنة مصالحة من أجل الدين من أجل كذا ماكو أنصار إليه فيقاتل الإمام بوحده هو قادر على القتال وحده لكن أمر الله سبحانه وتعالى يقيده بأسباب يعني الإمام علي عليه السلام كل أهل المدينة والعراق وغيرها هم يقدرون على أمير المؤمنين من باب القوة الجسدية من باب القوة الربانية اللي عنده لا لكن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب لازم يناصرونك هل قد عدد إلا تقاتل ماكو تقعد عن القتال أمر أمر من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وهذا الإمام معصوم واجب الطاعن طيعه أحنا وهو يطيع النبي صلى الله عليه وآله والنبي يطيع الله سبحانه وتعالى مبكر نهيه ممزاجات مو عشائر وإن شاء الله نلتقي بحلقة قادمة ونكشف الكثير من الملابسات ونكشف الكثير من الحقائق التي لا يريد المعمم لا المرجع ولا المعمم ولا ذيول المراجع أن تكشف على المنابر انتظرونوا في حلقة قادمة آخر كلامنا هو الصلاة على محمد النبي المختار وآله الأطياب الأخيار ونسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر